مرحبا انا دهوم من تيك بويس وها اهلا فيكم في برنامج حقنا تقنية هذا برنامج نحب نأخذ فيه موضوع ونتناقش فيه مو بلازم تكلم عنها الجهزة صح ولا لا في ميزة خذتها انستغرام من سناب شات وهي ستوري ما راح تكلم عنها تدرون ليه لانه الكل يعرفه ويدمش القصة لكن في ثلاثة شغلات اذا استغلتها انستغرام شكل اكبر راح تتسبب في سقوط سناب شات بس قبل اتكلم عن هالثلاثة اشياء خلوني اقول ليش نرجع وراء شوية وقل لي ليش انستغرام اضطرت انها تاخذ هذه الميزة المهمة جدا من سناب شات الشركة الناجحة ما هو بالشرط الشركة اللي تجيب الشيء اول مرة او اول شركة تجيب الشيء بل الشركة اللي تقدر تفرض اسلوبها على السوق وفعلا هذا اللي سوتها سناب شات يكفي سناب شات في وجهة نظري انها قدرت انها تجدوا بالناس اللي يكرهون سناب شات انهم يسجلون يتابعون وبعدين حتى يسوون محتوى لسناب شات وفي ناس كثير منهم منهم صديقي سعودي اندرويد طبعا هيا اذا كان قاعد يشوف هذه الحلقة فعليا اذا ما تدري ففيسبوك لها تاريخ في الاقتباس من الشركات الاخرى او خلينا نقول السرقة مثل ما البعض يحب يسميها جوجل لما سوت شبكاتها الاجتماعية اللي اسمها جوجل بلاس كانت مخططة على مميزات مموجودة في فيسبوك ابدا كانت الكل لما شافها قال هذه راح تقتل فيسبوك جوجل اطلقت شبكتها الاجتماعية لجوجل بلاس كبيتا تجريبي مو مسموح لأي احد يسجل الا في حالة واحدة انك تعرف احد قاعد يستخدم هذه الشبكة لازم يسوي لك دعم وبالتالي ان انت تسجل مارك زوكربيق اللي هو مؤسس فيسبوك سجل من اول يوم في البرنامج البيتا التجريبي لجوجل بلاس شاف ايش مميزات جوجل بلاس ايش هي نقاط قوة جوجل بلاس ومسك كل ابو المميزات وحطها في فيسبوك جوجل احتاجت شهور لين تطلع بجوجل بلاس الى النسخة الرسمية انه الكل يقدر يسجل ويستخدمها لكن بعد اشهر صاروا الناس يقولون ايه هذه المميزات قديمة شفناها في فيسبوك بعد في شي جديد صارت الشبكة بملة وما في شي يرغمنا او يج ذبنا نروح نسجل في جوجل بلاس واذا كنت تفكر ان هذه الحالة الوحيدة فانت غلطان تويتر لما اطلقت فاين واللي كانت فكرت انها يعتمد على الفيديوهات القصيرة اخذتها فيسبوك وانسختها في انستغرام نفس الفكرة بالضبط الفرق انه الفيديوهات كانت اطول شوي يعني تويتر دائما في شبكة الاجتماعية وكل الشبكات اللي تتبع لهم بطيئين بطيئين جدا جدا بطيئين في التطوير بطيئين في اي رد فبالتالي انقتل فاين بسبب انستغرام واذا تحسبون القص اطلقت هنا فلا لا لا انت غلطان كده لما طلعت موضة الفيديوهات او البث المباشر من خلال تطبيق او ابليكيشن مير كاست راحت تويتر وصوت بيليسكوب ايش سوت فيسبوك اكيد طبعا تدري وش سوت فيسبوك يعني واخيرا ظهر سناب شات لما ظهر سناب شات وفي عام 2013 يعني قبل لا اي احد يعرفوا شو سناب شات يوم كان سناب شات قاعد يش ذبان ابليكيشن فاضي ما احد يعرفه راحت فيسبوك وقدمت لعرض بقيمة ثلاثة مليار دولار تتعرفون ليش لانه فيسبوك تدري ان هذي فكرة طموحة رهيبة ممتازة وممكن تشتروا وممكن تحقق ارقام كبيرة لكن ايش سوى راعي الابليكيشن تبع سناب شات قال لهم بكل بساطة لا خلوا فلوسكم لكم بعدها تتوقع انه فيسبوك سكتت لا طبعا فيسبوك راحت سوت الكثير والكثير وحاولت مرات كثير عشان تنجح وصوت كثير من الابليكيشن كان اخر اسم سلنك شوت اعرف هذا الابليكيشن اكيد لا تدري ليه لانه فشل بكل بساطة هذا الابليكيشن كان نفس ف فشلت كل الابليكيشن ومحاولات الخاصة بفيسبوك قالت ما لي الا اني استغل جماهيريتي بفيسبوك وجماهيريتي بانستغرام بدل اسوية ابليكيشن جديد وبالتالي بكل بساطة اخذت ستوري وحطت ضمن انستغرام خلوني اجي الان واتكلم عن الثلاثة شغلات اللي موجودة في انستغرام واللي لو استغلتها بشكل اكبر راح تقتل سناب شات زي ما سوت في فاين تحديدا الميزة الاولى وهي ان انستغرام فيها الكثير والكثير من الحسابات والمشاهير من زمان حتى فيها حساب شركات دفعت عليها الكثير من الفلوس عشان تسوق لها فبالتالي رجعتهم الى انستغرام اسهلهم وافضل لهم الميزة الثانية لا علاقة في صناع المحتوى يعني مثلنا حنا في تيك فويس نحب نما نصنع محتوى ونتعب عليه ونتعب عليه في المونتاج وايام اعداده كثيرة انها ما ترى خلال 24 ساعة وانستغرام افضل بشوي من السناب شات في هذه النقطة بمعنى انه لما نحط صورة او نحط اي محتوى وفيديو قصير نعرف انه بيقعد وفي اي وقت نقدر رحل نرجع له يقدر ا اي احد يرجع له يشوفه بعكس السناب شات اللي 24 ساعة ويختفي الميزة الثالثة لا علاقة فيكم انتم بلا شك ان السناب شات اهملت مستخدمي اندرويد كثير صحيح تطوير صعب لاندرويد لانه اجهزة كثيرة وما رح ادخل في هذا التفاصيل ولكن كانت تقرأت تهتم فيهم اكتر انستغرام استغلت هذا الموضوع بعكس السناب شات ووفرت له ميزة بجودة اعلى وافضل بعكس بعض اجهزة اندرويد اللي كانوا يصورون تحس انهم قاعد جايين من عالم ماينكرافت تقول او هذ صدقت لعالم حقيقي يعني هذي ثلاثة اشياء لو استغلتها اكثر انستغرام هي اولادي تميزهم ولكن لو استغلتها اكثر ممكن تميزهم ممكن تقتل سناب شات مثل ما سوت في فين الآن الموضوع كله يعتمد على سناب شات وكيف ردة فعلها تحتاج اوب ديت كبير تحتاج تجيب لنا مميزات مو موجودة في انستغرام فنعم لا بد ان يجوا بي اوب ديت كبير عاطم يا رايك انتش تفضل انستغرام او سناب شات من ناحية هذه الميزة وليش عاطنا السبب بالكومنت سانا دهما شوكم فيديو فيديو القادم سلام عليكم